كابتن محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الاهلي طلب اعادة او القاراته طلب اعادة هيكلة ادارة السكاوتينج داخل النادي للسكاوتينج دي اللي فريق الكشفين اللي بيبصوا على لعيبة افارقة ولاعيبة صغيرة في السن اللي بيرقصها كابتن هاني رمزي كابتن محمد رمضان غير راضي تماما عن ادارة السكاوتينج وشايف ان دورها ضعيف ويجب تطويرها بما يخدم مصالح الفريق الاول كابتن محمد رمضان قال للمقربين منه انه غاضب من بعض الصفقات اللي عبين الافارقة تحت السن اللي تم التعاقد معهم مؤخرا دون اي وجه استفادة للفريق الاول ده قرار اول شوف القرار التاني من كابتن محمد رمضان كابتن محمد رمضان داخل يدي قرارات على طول قرار التاني لكابتن محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الاهلي يخص لائحة الفريق لائحة المكافئات راجل دخل وقال انه لائحة المكافئات دي محتاجة تعديلات المكافئات بقى والعقوبات الاتنين طلب ان الاتنين يحصل فيهم تعديلات وان شاء الله الايام اللي جاية هيكون فيه تعديلات في لائحة الفريق فريق النادي الاهلي